اشتركوا في القناة الفصائل المقاومة العراقية لا تهتم لأي تهديدات اسرائيلية او اميركية وغيرها بشأن الرد العسكري ضد الفصائل بسبب استمرار عملياتها بقصف الاهداف الاسرائيلية داخل الاراضي المحتلة فهذه العمليات ستستمر وتتواصل دون اي توقف واضاف ان اي رد عسكري من قبل الكيان الصهيوني بحق الفصائل العراقية سيزيد من وتيرة العمليات العسكرية ضد الاهداف الاسرائيلية وسيتم التصعيد من تلك العمليات من حيث النوعية والكمية خاصة ان الفصائل لديها قدرات عسكرية عالية جدا لم تستخدمها حتى اللحظة في مواجهة الكيان الصهيوني وكشف مقرب من الفصائل العراقية بالتواجد الفصائل بشكل فعال في ثلاث دول عربية فيما اكد تأخبها للانقضاض على اسرائيل في حال نفذت فكرة الغزو البري وقال المصدر في حديثه ان نشاط الفصائل العراقية في جبهات اليمن وسوريا ولبنان ليس سرانا لانها جزء مهم واساسي من محور المقاومة وهي تشارك بشكل مباشر في توجيه ضربات لاهداف صيونية بين فترة واخرى رغم التعقيدات والرصد الذي توفره دول الغربة وعلى رأسها امريكا في دعم معلوماتي واستخباري واسع للكيان المحتل واضف انه لا يمكن نفي او تأكيد وجود مقاتلون باعداد كبيرة في درع السورية حاليا لكن يؤكد بان فصائل المقاومة موجودة في جميع عواصم محور المقاومة لافتا الى ان تعرض مواقع المقاومة الى قصف صيوني متوقع في اي لحظة لاننا امام كيان انهارت الصورة التي رسمها العقود عن قوته وقدراته لكنه انهزم في ساعات امام المقاومة الفلسطينية في غزة واشار الى ان اي استهداف سنرد عليه ولدينا بالفعل قدرات غير معلنة سيتم استخدامها في الوقت المناسبة مؤكدا ان اي اشتياح للاراضي اللبنانية معناه تغيير بوصلة المعركة وسيتم اللجوء الى قرارات مهمة سيعلن عنها في وقتها وكان مصدر مقرب من الفصائل العراقية كشف عن حقيقة وجود قادة الفصائل في لبنان فيما اشار الى ان المعركة في لبنان تعتبر مصيرية بالنسبة لمحور المقاومة وقال المصدر في حديثه ان الفصائل العراقية تؤمن بوحدة محور المقاومة وترى بان جبهة لبنان استراتيجية في المعركة مع العدو الصيوني وهي بالفعل سخرت كل قدراتها بهذا الاتجاه واضف انه لا يمكن نفي او تأكيد وجود بعض قادة الفصائل العراقية في لبنان لكن يمكن الاشارة الى ان هذه الجبهة تحظى بالدعم المستمر من قبل الفصائل والاخيرا لن تتوانى في اتخاذ اي قرارات مهما كانت صعبة في دعمها حتى لو من خلال ارسال نخبة الفصائل عند الضرورة اذا لزم الامر واشار المصدر الى انه في حال حدث اجتياح لأي ارض لبنانية فان قدرات الفصائل لن تتوقف على الغطاء الناري في استهداف المواقع الصيونية بل سيكون هناك تصعيد اكبر وسيتم نقل المزيد من القدرات لدعم المقاومة اللبنانية لافتا الى ان معركة لبنان مصيرية لمحور المقاومة والايام المقبلة حتما ستكون حبلة بالمفاجآت شكرا